السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حنعمل النهاردة فطاير جميلة جدا فطاير جبنة وفطاير زعتر جهزت خمس كبايات دقيق وكباية مية دافية عليها معلقتين خميرة ومعلقتين سكر ومعلقة دقيق وسبتها غطتها وسبتها لحد ما تفعلت تماما وعندي نص كباية زيت وكباية حليب كامل الدسم ونص كباية مية احتياطي دافية برضو لو احتاجتها أثناء العجن يعني خمس كباية دقيق دقيق ممكن احتاج لهم كبايتين ونص من السائل حليب ومية او كبايتين حسب نوع دقيق انا بعتمد على نوع اسمه الضحى نوع جميل جدا ومن زمان طبعا وكل منتجات الضحى انا بحبها وبسق فيها جدا حطيت الدقيق طبعا بعد ما نخلته وحطيت عليه الكباية الخميرة بعد ما اتفعلت كويس وحطتها في العجان الكهربائي وممكن تتعجن بالايد ما فيش مشاكل وبتطلع جميلة برضو اول مرة السرعة كانت هادية وبعد كده حوصلها للوسط وبعد كده حعل السرعة وحطيت الحليب الدافي زودت السرعة شوية وحختبر العجينة لو احتاجت نص كوباية المية الدافية الموجودة او لا هي طبعا ما احتاجتهاش كانت مظبوطة تماما كده لان انا بحب العجينة مش يبسع الاخر يبسى نوعا وبعدين ضفت الزيت وعلت الخلطة علت العجانة على سرعة عالية وخلتها تتعجن كويس جدا بحيث ان الواحد لما يلمسها ما تلزقش في ايده اختبرتها بايداية مش محتاجة لا مية ولا دقيقة تاني مططية وجميلة جدا طبعا في الصيف ممكن نستعملها على طول بدون منسبها تخمر يعني مجرد ان احنا نحشيها ونخليها تخمر في الصواني بتاعتها ونغطيها كده شوية بيمشي الحال بس طبعا ادمن ان انا خليها على الاقل ساعة هنا غطتها بالستريتش وغطيتها بفوطة وخليتها تخمر من ساعة لساعتين بس طبعا الدنيا صيف يعني ساعة ساعة وربع كده تقريبا وهنا غطيتها بالفوطة وحطيتها بفرن البوتجاز على بال على بال مجهز الحشوات المختلفة حشوة جبنة وحشوة الزعتر خلاص انا اطمنت من ناحية العجينة ودلوقتي حنجهز الحشوة عندي طبقين طبق حطيت فيه جبنة جبنة كريمية وعندي زعتر خلطة الزعتر اللي بنعملها اللي هي مونة السنة بنعمل كميات كبيرة لان الزعتر الاخضر بيتزرع عندنا وبنعمل كميات يعني كميات كبيرة بالخمسة كيلو بالعشرة كيلو على حسب حطيت هنا شوية زعتر وغمرتهم بشوية زيت زتون والجبنة برضو حطيت عليها شوية زيت زتون حخلط الزعتر مع الزيت كويس بحيس اخليه سايل شوية مش جامد ولا ولا هو خفيف يعني وبعدين جبت شوكة وهرست بيها الجبنة وممكن نضيف زتون مخلي اي نوع اسود او اخضر على الجبنة انا ضفت زتون اخضر مع الزعتر اضافة مني يعني عادة الناس ما بتضفش الزتون بس انا بحب الاضافة دي الجبنة البيتية احسن حاجة والزعتر البيتي والزتون في البيت وكل حاجة في البيت بركة البيت الحاجات دي بس جبنا للامانة شرياها يعني عاملها عشان زوجي العزيز مش ملحة كتير وما ضفتش لها زتون عشان عنده اليورك اسد عالي شوية العجينة خمرت خلاص طبعا الحر بيخليها تخمر في دقايق يعني واختبرتها بايدي مططية وجميلة جدا وما بتلزقش بالمرة يعني ممكن ما ما احطش ما عفرش عليها الدقيق بس طبعا الاحتياط واجب يعني حفردها بالنشابة وقطعها حقطع العجينة الزعتر بقطع كبيرة شوية وعجينة الفطاير الجبنة بغطى البرد اصغر شوية من القطاع دي هعمل منها دواير وحط الدواير دي في صنية صنية مدهونة بالزيت والافضل زيت زتون طبعا وحط عليها خلطة الزعتر الفطاير دي جميلة جدا وتستحق التجربة وبعدين نفس العجينة بتستخدم يعني استخدامات كتيرة جدا ممكن للبيتزا ممكن لأي حاجة حشوة اللحمة فطاير السبانخ يعني عجينة نجحة في كل حاجة والعجينة لما تنجح بتتفرد على طول وما بتاخدش مننا وقت أبدا دلوقتي ححط في كل دايرة من دول خلطة الزعتر عليها وأوزعها بالمعلقة كويس وكمل باقي الدواير برضو ودخلها الفرن اقتربت صلاة الفجر على درجة حرارة 200 درجة مئوية حسيبها يعني ترتاح كده وتخمر برضو تاني يعني ربع ساعة قبل ما حطها في الفرن وبعدين جبت غطى براد الشاي وعلى أساس انه أصغر من القطاع اللي فاتت دي عشان أعمل بيها فطاير الجبنة لأن العجينة بتنفش كتير لما بتكون خمرانة ونجحة ما شاء الله بتنفش كتير فاخترت القطاع أصغر على أساس لما تنفش ما تبقاش كبيرة زيادة يعني وعملت الدواير دي وحطيت في كل دايرة آآ شوية جبنة هي طبعا الأفضل الجبنة لو كانت ملحة شوية وعليها شراح الزتون بس آآ يعني للضرورة أحكام بقى وكل دايرة من دول حلفهم زي ما بنلف القطايف بالزبط وأضغط على الأطراف كويس عشان ما تتفتحش مني أثناء الخبز ورشيت عليهم شوية حبة البركة ودي باقي العجينة اللي زادت عملت منها الفطرتين كبرتهم شوية وكله تخبز في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مقوية والنتيجة قدامكم أهي أدي فطير الزعتر وفطير الجبنة في منتهى الروعة بتستخدم للعشا واللفطار مع أحلى كبات شاي ولمة الأسرة الجميلة والأحاديث الحلوة بينهم بين بعض وربنا يا رب يبعد عننا كل مرض واباء ويجعل دايما بلاد المسلمين كلها أمن وسلام يا رب الفطير دي تكون عجبتكو وإن شاء الله تعملوا زيها وتدعو لنا بإذن الله فطير جميلة ما أرمشها من بره شوية وطرية من جوة وطعمها في منتهى الروعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ووصفة جديدة من طبخي وأفكاري أرجو أنها تكون عجبتكو وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته